طاها ياسين الخنيسي ممكن هما ما عندهمش المعلومة هذية اللي طاها ياسين الخنيسي بش يلعب كتتولير كان عمله تليفون التهرة وعلى عطاهم المعلومة خلقت اللي ليوم الفريق الوطني تونسي أفانتاجي برشا وإن شاء الله يا ربي في البرمير ميتون هذية سجلوا هدف باش تسهيل المباراة هذية بش يخلي الفريق الملاوي يلعب كونتر ناتير اللي انه ما كانش متحضر اللي الفريق الوطني تونسي بش يلعب معناها معاها مع ناس افريق أوفني ومممتان دفنسي في موقعهم في صالح منافسنا الجدي في المجموعات معنا مجموعات تونس من تخبرين الاستيوائيه رباح زوزمات شوات متاعو احنا رباحنا مباراة في رادس مباراة اليوم يلزمنا نربحوا المباراة هذية بش نالعلاقال ما يخدش علينا المنافس اللي في المجموعات هذية بالتأكيد صحبي معنا حتى خيار رو صحبي اليوم يجب من انتصار والمباراة والتصفية هذه مثل المؤهلة للكياس العالم بالمجموعة اللي احنا فيها بصراحة منتخب التونسي عنده على جميع المستويات بتاريخه بتاريخه بحاضر بتاريخه بحاضره بتاريخه بحاضره ما يساوه مش شفنا المنتخب المغرب يمشي في فاز في زكيف كيف منتخب الجزائري ما ساوه مش عكس شفنا منتخبات اخرى عتيدة وعتيدة جدا تعثرت مرطين كما نيجيريا تعثرت على ميدانها مع فريق مغمور الحقيقة هدف لهدف وتعادلت للبرة من ارضهم تاحها كيف كيف هدف لهدف عملت زوز تعادلات في جرتب عدم نوك فما لزاكسيدون موجودين ما يزمنا نردوا بيانا ما يزمنا نفادلكو صحيح المنتخب مزال في البداية هذه الثانية مباراة اما الصعبي مهم برشا كي تعمل كنتيوانشين دو فيكتوار مباراة القادمة تكون في تونس تعمل نوف شور نوف حاجة مهمة تعطيك برشا ثقة ولو بصراحة يزمنا نقرروا بحاجة المنتخبات اللي معانا في المجموعة المنتخب بعيد عليهم على جميع المستويات معناها منتخبنا في تاريخ مفتوح؟ فماش في الكورة تاريخ مفتوح فماش حاجة يزمك تتعبو تلعب ماتش كامل كيما ترعطوه باش تفوس مهما كان لادفرسير اما كناخذوا لادفرسير وناخذوا المجموعة ككل المنتخب تونسي تدبول تدبور منتخب تونسي في متناول الفرق اللي معاه في متناوله بصراحة ينجم بالامكانيات وفي اللي عودنا يفوز الذهاب وإياب ما معاهش الكامرون ما معاهش الخطر فما في الدوزيام راو التروازيام فما معانتها فرصة ثابينة قبل نهاية شوطة والخمس دقائق والحارس يتقلق ويمنع نعيمة سليتي من افتتاح النتيجة في نفس الوقت اخوية صاحبي روا اخوية صلاح معناها اليوم روا الفريق الوطني التونسي معناها الفرق طواليوم نيجيريا غانا معادش هذوكم الفرق وهذه المشكلة اللي صارت معنا في الكرة الإفريقية في الكرة الأفريقية معناها ثم تراجع كما صارت معناها فريق البرازيلي ما هوش الفرق لأن الكرة البرازيلية ما عادش كرة برازيلية ولا كرة أوروبية الملاعبية بكل ولا يغادروا لبرازيل في عمر صغير وهذا اللي خلى لي ثم نقيس برشا في البرازيل وشفنا النتائج معناها زوزها زائم آخر مرة حاجغرة اللي اليوم راه كتشوف انت الفرق فريق إيطاليا والناس كل تعرف الكرة إيطالية شنية فريق إيطالي البارح عملت عادل ضد أوكرانيا خارج ميدانو خلى للفريق الإيطالي ترشح الشمبيندروف ديناسيون اللي بشي يسير في ألمانيا في آخر مباراة توريكيي الفرق اللي ترشحو في الشمبيندروف ديناسيون اللي بشي يسير في ألمانيا خمسة مدربين إيطاليين يسيروا الفرق اللي ترشحت معناها الكرة الإيطالية حاجغرة حاجها اللي ينزم والناس تعرفها رأو وجنرالاً أن جوار أتاكاً جنرالاً رغم أن تنجح معه الفريق القومي اللي راني فيه لأن جنرالاً الأتاكاً موش كيمة للدفنسور اللي كانوا يلعبوا لأن يعرفوا كيفاش يدفعوا ويعرفوا دون المومات ديفيزيل كيفاش يعمل يعمل الفرق وهذا اللي خلى أذيك علش النجاحات ديما تصير معهم لعبية سوى دي مليو دي تران سوى دي دفنسور بش نبقى ونحكيوا مع المنتخبات المعنية بكان الكود دي بوار بش ما كنتي سي صالح الكاف تقرر رسمياً السماح بدعوة 27 لاعب لكل المنتخب مع تسجيل 23 فقط على قائمة اللاعبين نهارة المباراة أي حاجة باي علينش خاطر سهلنا في اللاعب ما نيشوات واللي عندك برج جلال قادي واللي مرتاح طوا اختيارات وأوسع تكون بخلاف اللي اختارات أوسع نعرفوها الياديه داخلت من وقت الكوفيد برشا تغييرات صارت في كورتقا في فرق هذي أول مرة هذي لقما في وقت ما زدنا عدد العدد التعويضات زدنا برشا حاجات وحافظنا عليهم حافظت عليهم الفيفا ولا الهياكل الرياضي حتى في تغييرات خمسة لذلك بالعكس ساحبي حاجة باي عليش لا مش كونك عليش حاجة بايه أول حاجة هو مقرأ وحسب ليسابات وليسابات يتساب ملاعبه واشتعاوض ملاعبه وتجيبه من البلد ويبدأ مش حاضر ولا مش قاعد يلعب على اقل كيابدو مع المجموعة قاعد يدربوا عايش مع المجموعة وجو المجموعة وداخل في الجو متاع الكمبيتشيون متاع الكمبيتشيون اللي هي الكوبدافريك دونك حاجة بايه من نجمو كان ثمنوها بايش تزادوا أربعة ملاعبية ما مش كونوش مسجلين إلا في حالة فرصة خطيرة الحمد لله محظوظين فرصة وجه اللي وجه لاعب من متخب الملاوي كورة مر بجانب مرمى الحارس بشير بن سعيد تفضل وصل دونك حاجة من نجمو كان ثمنوها ساحبي حاجة في سالح كل الانديا معانتها ربما الفريق الوحيد اللي ما مش بيستنفع بيه هو الفريق المحلي المنظم كورة ديفور بمعانه ملاعبيته لكل موجودين سور بلاس اما ديما المجموعة مهمك يبدأ الملاعب يفصل المجموعة خيرو اللي يبدأ خارج مجموعة تستدعيه في حالة اللي انت استحقيت له معانتها انت الملاعبية هذوما عبارة كالريزيرف متاعك بش تاخذ منه اما يبدأوا مساجلين سبب وعشرين من اللول على قل عندك اكثر شواء وانكاد بزوعة بتستحق لطلقاه موجود معك واضح سي سالح تقيقة قبل نهاية الشواء الاول في وقت القانون للمنتخب ما زال ما تعادل سفر سفر لكن المنتخب قاعد يضغط في الاون الاخيرة كورة رأسية وتمر بجانب المرمى اي سي سالح قبل ما نمشيه بقية موضعين حبنا عطيك سكوب خليني انتملك تعرف صفحة مقداد القهواجي اللي قاعدة عملتنا متركاج راديو وتلفزة تعرف القذارات اللي كتبوا فيها والصور اللي هبطوا فيها واخير الحمدلله عرفنا القزم اللي قاعد يوظف في هذه التفهات القزم هذا صنعناها احنا يا سي سالح القزم هذا عملنا معه البيهي القزم هذا وكنناه وشربناه القزم هذا ما خلينا ما عملنا معه شوف القذارات شوف الدناءة اتقي شرامنا حسنت اليه بقيت التفاصيل امام القضاء التونسي العادل رسميا هذا القزم ارفعنا به قضية عدلية اليوم سيتحمل مسؤوليته واقسم بالله مهما تكون تدخلات لن اتراجع عن هذه القضية خنمشي وطول نحكيه وسي سالح على ملعب الشادلي ازويتن اخبار متأتي مصادر جديدة بكل ثيقة بعد زيار السيد رئيس الجمهورية لملعب رادس وذكر تصريحه الشهير واتقال السيد كامل دقيش وزير رياضة حل ملعب رادس حل ملعب زويتن ورسي سد وانا نتحمل مسؤولية تصريح تاريخي ما عمله حتى رئيس جمهورية يقبل برافو لسيد قيس عيد رئيس الجمهورية التونسية لكن الجديد سي سالح اللي حكيناه حاجة بيتها ما جبناش جديد الجديد حسب مصادر مؤكد اطراف من بلدية تونس ستتم حسبتها على تعمدهم تجميد هذا الملعب والمماطلة في منح ورقة صلوحية الملعب انصحة تعبير لغاية في نفسي عقوب هؤلاء سيمثلون قريبا امام القضاء حسب المصادر المؤكدة اللي عندي هذه متابعة وتتمة للموضوع لانه الشارع الرياضي خلينا نقوله كل يتسائل هاللغز هذين طعا الشياد اللي زويتن لغز ولا وكل واحد يحكي في حكاية كل واحد خاطر الناس كل مشات للخيال كل واحد وخياله شقله كل واحد شنو حكي حكي وسمعنا روايات ما روايات وفي النهاية زويتن لم يقع استعماله رغم رغم وقت اللي كان زويتن مش مأهل مش مهية سامحوني باش يحتضن المباريات قامت بلدية تونس بالتعاون مع السلطات البقية للباقي بتجهيز وتحذير ملعب شدي زويتن كانوا كانت فيها شغال كانت فيه العشب وكانوا كان لديه الكل وتجهز وحجرات الملابس والكل وأصبح حاضر باش يستقطب وباش ينعبوا المباريات في ملعب شدي زويتن إلا أنه كل مرة وتصير مماثلة كل مرة وتصير عدم تعين المباريات كل مرة ونسمعوا حكاية وكل مرة ونسمعوا الورية إلا أن جاء القرار القرار اللي قال يصدر من على رئيس الجمهورية واللي قال وخذيه قرار وخطر لأنه كنا قبل نستنى وفي حاجة دي ما نقولوها قولوا احنا حاشتنا بناس اللي ياخذوا أصحاب القرار الناس اللي تاخذ قرار هذيه قرار مهم لأنه موضوع الشدي زويتن طال خذيه أكثر من وقته يا أخي عليش الإخسارة ملعب جاهز عليه والشباب ما يستنفعش به في الوقت اللي أحنا نعانيه من قلة الملعب في تونس من عدم جاهزيت يا سي صالح سمحني قص على كلمك بالعسل أعش بملعب زويتن صرف عليه ما يقارب مليار ومبعد تقول ليه هذا الملعب غير صالح لتعاتي كورة القدم لا وحاجة أخرى نزيدك اللي يعرف ستاد شاد لزويتن طولا كنا نعرفوه راهو من أقوى الملعب لأنه تبنيه على البيطان ما عندك حتى ريسك في ستاد شاد لزويتن الملعب الواحد في الجمهورية التونسية ما فيه حتى ريسك ما عندك حتى ريسك داكسيدان طاقت الاستعابتنا تزيدها صحيح ماكسي ما مش تكون في 8000-10000 إذا أقصى تقدير أما على الأقل عندك ملعب النجم يحتظن المباريات وراء واحتظن رو لعبنا فيه كوبدافريكا رو لعبنا فيه كذا رو كذا رو دارت فيه دربية كبيرة أما وين هو القرار اليوم جاء القرار إن شاء الله طوى القرار سدر وأمر سدر إن شاء الله التنفيذ يكون قريب إن شاء الله كيتعود البطولة هذي رو مباريات تتعين في ملعب الشاد ليزويتن وقتها نتهناه ونقوله رو سايي قصة الشاد ليزويتن والملعب الشاد ليزويتن وفات ونسيناها ودخلت للتاريخ خاطر رو إن شوفي دان ديبو رو كانت تصير مباراة ونسانسو وناخذو خاطر شنية هي الناس كل متخوفة موقع ساكني موقع عمراني مش كي ماذا لا يا سيدي احنا مش نخوض المباراة ونشوفو وإذا تعديل دات لباس نواصلو ويزمنا نواصلو في ملعب الشاد ليزويتن ونستغلوه كي ما يزم نستغلال نزلنا مش نحكو على الشاد ليزويتن نهاية شاوت الأول للتعادل السلبي 0-0 بين تونس ومنتخب الملوي سيموتشي والله يساح بأول حاجة صدمتني باللي تعرفت عليه اللي أنا نعرفك انت شنو اللي عملت مع الشخص اللي مش كي لازم نذكره اسمه اللي بريمان صدمتني برشا صدمتني برشا لأنا معاش تفم حتى شاي في البلد هذيه ستين جراتيتود نكران الجميل سي 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 امبرشنان معناه عليش عليش حك حسيلو وفصان اليوم راو خوي صاحبي اخوي صالح والوخيان الكل اللي راو شاد ليزويتن كان دخل فيه جماهير اليوم يمشيو يعملو زيارة تو هو ما يقول لك عليش ما نسيروش مباراة هنا هنا حاجة اخرى اللي يزينا كايننا انتوما اليوم جماهير احنا الكلنا معناها للناس اللي تحكيو الانتردكسيون نسيتو اللي تصرف خمسة مليارات بشيو اللي مؤهل للمباراة ما عندوش برشا نسيتو وين بشيو الخمسة مليارات اللي اعلم الحاجة الاخرى انتي اليوم اليوم يزينا جماهير نبالك تسخيبوه جماهير ناراو كانت فريمان ولي اليوم ساني اكزامبلي اذا كان توفر لهم كل الاليات اليوم اليوم برشا ناس يمكن يعملو احتفال بشيحل الشاد ليزويت اليوم الناس تمشي الرادس فما ناس رو بش تمشي تفرش في النادي الفيريكو درجالي التونسي تمشي على ساقيها الرادس من ميجرين من حتى وسط العاصمة على ساقيهم وانا شفتهم على معناها بعينيهم شفتهم الناس هذوما اليوم رأوا جماهيرنا اعطيهم الاليات الكل وتوتوت فكرني توتوت فكرني كلهم الناس الكل يكونوا في المستوى من كل النواحي اليوم خلاتي لي شاد ليزويتن انا جوري ان سوفنير ديما اكسترارودينارك جوبليري جاميه اللي انا اول مباراة العبتها مع الفريق الوطني تونس يزور في ساو سامسن كان شاد ليزويتن كان جاء نهارتها ينجم معناها يقبل مئة الف متفرج كان شاد ليزويتن يكون فيه مئة الف متفرج ونعرفوا الرفض المتاع الناس اللي يجاوا حابوا يتفرجوا من مباراة ذيها اللي سوفمتن وستيبانان بورتوكي كانت فيها خمسة ملاعبية شانون معناها يلعبوا في الفريق الانجليزي دونك خلات اللي جماهير كانت فرحانة وفرحانة جدا انه كانت مباراة من مستوى عالي انا نقول اللي اليوم واسمة عار اليوم في البلاد هذه اللي قاعدين نخليو اليوم انتربونسيون نطاريس الدولة سيقاش سعيد باش وقت لها ثم دوتر بريوريتي دوتر شوز بوكو بلز امبرتان اليوم اتمنى لوزارة التجهيج ان شاء الله في اقرب وقت معناها الحاجات هذو ما نبعدوا عليهم ونعود لك خوي صاحبي لان جراتيتود والله ما في حتى ليلار موزيو اللي انا لعباتك ما تراش بيه نكران الجميل من الحكاية اللي سمعتها استصدمتني برشا قولك الحكاية ما تزدمش هاي ما تزدمش يا سيد مونجي ما تزدمش هذيك الحياة باش تتعلم وتتعدى مشكلتك فما ناس يا سيمونجي حبوا في بيلك بالخزع بلات هذي بش يوقفوك احنا نخدم ونخذر القدام نخدم باش نجد وننشعو نخدم باش نحسنو باش نطورو رواحنا باش حتى كان عنا نقاس نصلحوها هذيك واذا والديك رذين عليك واذا ميرك باي انت تتير والاقزام يقعد وديم اللوتر حسبين الله ونعم الوكيل حاشا سيد المستمعي في رجو ميد طبعا بفضل ساحبي فما حاجة مهمة حكينا على زويتن وقرار رئيس الجمهورية ذي الكلو تبهي فما رو فما واقع الواقع متع الملعب واقع الميدان انا واحد من الناس نعرف زويتن وادرت فيه برشا مبارياتنا انا شرفت على تنظيمها زفرت فيه لا 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 تنظيميا تنظيميا راو الملعب الملعب زويتن مش مهيه اذا يجب نقولوها حكيك مش مهيه اشتاعت الشرائي للعسابة اللي سكرت روشي سنين لا 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 بشوية بشوية هذي كلمة تحقي زي ما تقال يا ساحبي الملعب شد زويتن مفيش باركينج كبير ملعب شد زويتن غضوك مش نعين وفيه مباراة يا ساحبي راو مش تصير اشكال بتاع شركولاسوان كبير برشا لا ما كانش نفسنا عدد الكرهب ساحبي مع كامل احتراميتي راو طوى ارجعوا بالتاريخ شوفوا عشرة سنين التالي قديش كانوا عدد السيارات في تونس العاصمة وشوفوا اليوم تتلقاها ملتو بليه بار فان على قل مش بار ديس عليش اللغان بذي يا بي مهذا وقعنا ليه حد كرهبتك في باركينج واتل على سقبك وين باركينج يا ساحبي ايه اخو تصرف يا ساحبي هذي اشكال كبير اه نسكلوا الملعب حتى بشوفوا علي نطيحوا الديار ونعملوا باركينج يا ساحبي انا مقتلك السكر لا لك انا معاه فتح ملعب شادي اه مراوك مش نحلو ملعب شادي زويتر هاو شنو يستنى فينا يلزم امنيا تقع دراسة الملعب مليح لانو الملعب قريب برشا معتا للعاصمة ليه مش للعاصمة منطقة سكنية كبيرة وليت عندك البلفيديار بجنبك هو بيدو ما تمسش عندك باركينج يهز يكون 150 سيارة في اقصى اقصى الحالات راو غدوة مش تلقى على اقل 1500 سيارة وين مش تحطهم انج مجي على ساقيم سيسانو حلوة قريبة معنا وسط العاصمة باردو في قلب العاصمة سنوار يا منجي يا منجي سوى تونسي بشي مشي شريبا جيت يسكراب تونسي يتحمل مسؤوليته تونسي ما نقولوش على حاجات احنا نقولوه في واقع غدوة باقي اللي بش يجيك من باب جديد ومن باب سويقة ولي بش يجيك من باردو غيستات باردو هم يحتضر المبوريت فيه باركين فيه باركين جيلش 150-200 كرخبك كيف وزويتك اسمعني يا ساحبي يا ساحبي اراو نحكيلك على زويتن والناس كمش تجي لزويتن اراو زويتن كمش يجيب النسبة لهم هما مش يجيبش حط كرهبته اراو هذي الاشكال اكبر اشكال بش يعوقنا غدوه تعرف شنوه يا ساحبي الاشكال الوحيد انا الي الراه كان يلقاو يحلو مشكلة الباركينج بتاع السيد نيزويتر ما فما حتى عاق واحد اخذ العاق الوحيد ربما اللي بش يقلق السلوطات هو الباركينج خاطر غدوه بش تراه بش تحط كرهب على بعضها وين يجيه ومش يراو فوضى خاصة اذا كان مثلا غدوه مش يحتضر المباراة متاع التراجي ولا مباراة متاع نادي الافريقي مش داربي يرد بالك اما التراجي يقبل فيه ولا نادي يقبل فيه اراو بش تراك انتي عدد اللي زبونيه متاع التراجي متاع الافريقي يفوق طاقة استيعاب الملعب الزويتر استيسالح لوجيكا كلامك احنا نفرحه كرئيس الجمهوري يخذيه قرار فتح ملعب الزويتر الور هذي جزئيات تتولي متعنينيش كيانا عندي استاد مستكر عنده عشرة سنين والاهم من هذي الكل اللي ما بضعنا احنا احنا بيرك وقرار المحاسبة الناس اللي اجرموا في حق الرياضة تونسي هذي الاهم نقطة توا وهناي نحب نسك يا سيسالح و سيمونجي خلالنسة ذوما اللي يباركين عستاد عندهم قدام نعام ويكذبوا علينا ويبرولوا فينا ما عندهم الزمير لا امش خولك عليش عن ضم الزمير سيمونجي هاتون جيوبك عليش ساحبي في وقت ما المنظومة اللي كانت تركم حتى حد ما كان يستخيل في مخه واحد فينمية اللي منظومة هذي كبش تتنحب كان يخدم على حسب المنظومة ولا حسب الشي تحب المنظومة هذيك هي الناس اللي يسايروا في الدولة اعتقاد الناس اللي تخدم في البلدية تونس و في المرافق الاخرين والفهيكل الاخرين اللي يراوه النظام هذك اللي كان موجود موش مش يتبدل راوه نظام مأش يخد يتعاملوا معا ايش يحب النظام النظام القديم كان ما يحب الشد الشد لزويتن لعدة اعتبارات ما يتحل يخلق لك التعليت ويخلق لك الف مشكلة ومشكلة قبل كانوا يقولو لك ليه على حسب المتوفر في وسط الملعب او مرة الجزون او مرة الفستياريت مرة يسأل رون فورسيو في القردان طوبش يخرجو لك البرة يقولو لك ليه تيران ومعنش باركينجو ومعنش كذي ومعنش كذي ومعنش كذي عاجة مقبولة مقبولة كانوا يخلو لك على حاجات اللي انتي ما تنجمش ناقش فيهم وقتولي تقولو لك الجزون مش جاهز ولا الجزون مش تقولو مش مش لعب على التراب سالح جنرال مانو ما تشويت رو السبت العشية ولا نهر لحد دونك ثم برشة ناس اللي عندهم سايرات ويخدموا غاديك يشتغلوا غاديك كساسوا في السفرات ولا في برشة اماكن يكونوا مساكرين دونك ثم ديزيس باس لكن اليوم نلقاوا حلول رو ثم البلاد ذي رو عندها حاجات تنجم تعملهم انتي اليوم بلفدير اذا كان ثم اسباس في بلفدير عليش انا ما نعملش باركينج دو ميل فواتير ولا عليش ليه وكاوو نحكي حتى في الكييس رو كانت الكراب اليوم سيسال عايش خوير انا مشيت ليتاليا ومشيت برشة بلدين اروبين تفرج في المباريات الكورة رو تلقى الكراب بالبرة رو تلقى الكراب يسمحو لهم كل ساعة ونص معناها يحطوهم في باركينج مغير فلوس مغير حد شي باش يتفرج في المباريات ويروحو الناس اما الناس اذا كان اليوم ما تعطيهمش الظروف الملائمة باش يمشي تفرج في ماتش باش يعمل جو وكرابته تبدأ قريبة لي باش يروح يبدأ يزرق باش يروح على كرابته يلقاها موجودة الكراب هذه يروح الظروف النجم نلقاو حلول اليوم البلوز امبورتان هو ملعب الزويتن ونيفوديو باركينج باش تفرج كرابته وباش تمشي تفرج في المباريات ماش حاجة صعبة باش يساعد حسي مونجي وصلنا النهاية